السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات انهاردة ان شاء الله هنتكلم على مؤشرات تنسيق الكليات التكنولوجية الجديدة لان فيه ناس كتيرة عايزة تعرف هي الكليات دي بتاخد من كام والمتوقع السنة دي ان شاء الله لدفعة 2023 ان الكليات دي ترى المجامية بتاعتها ايه منشوف يا شباب المؤشرات دي على حسب نسبة النجاح وعلى حسب المجموع بتاع السنة اللي فاتت اللي خادته هذه الكليات فطبعا نسبة النجاح الى حد كبير قريبة جدا من السنة اللي فاتت كذلك برضو التنسيق متوقع ان تبقى الكليات تاخد من المجموع اللي اخرت منه السنة اللي فاتت وممكن كمان يكون ازيت شوية في بعض الاقسام طيب تعالى بص كده معايا بالنسبة للكليات التكنولوجية الجديدة بالنسبة للصنايا نظام الثلاث سنوات فمتوقع السنة دي ان شاء الله يا شباب ان انت عندك جامعة القاهرة تاخد يعني اكتر من 89% جامعة الدلتة اكتر من 88% عندك بعد كده جامعة مصر الدولية اكتر من 87% الكلية المصرية الكورية جامعة بني سويف وكمان جامعة 6 اكتوبر هياخده اكتر من 86% طبعا دي كلها مؤشرات سيادتك المفترض لو مجموعك قريب من اللي انا بقوله بتكتب الكلام ده يعني سيادتك مثلا جامعة 87% هل ما تكتبش جامعة القاهرة لا طبعا تكتبها طالما انت حابب المجالات بتاعتها وشاف ان هي جامعة قريبة من حضرتك وهكذا يبقى الحاجات دي انت بتكتبها طالما هي قريبة من حضرتك تمام كده عندك بعد كده برج العرب بالاسكندرية اكتر من 83% سمنود وعندك الكلية التكنولوجية بالفيوم وعندك الجامعة التكنولوجية بالفيوم اكتر من 82% ومعاهم كمان الكلية التكنولوجية المصرية الالمانية بأسيوت تمام كده عندك شرق برسعيد اكتر من 81% وطيبة حوالي 80% او اكتر طبعا من 80% ننزل بقى اقل من كده بشوية اقل من 80% عندك بقى فوق 77% عشان ننجز مع بعض جامعة اسيوت الكلية التكنولوجية بتاعت الخدمات الفندقية والسياحية شرق برسعيد والكلية التكنولوجية الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة تمام كده يا شباب يبقى ده متوقع لهذه الكليات سيادتك بقى جايب 80% تقدر تكتب برضو الكليات التكنولوجية دي مفيش مشكلة لان ممكن تلاقي بعض الترتيب تغير السنة دي تمام كده يا شباب يبقى الحاجة اللي قريبة من حضرتك اكتبها الحاجة طبعا البعيدة جدا بلاش تكتبها عشان ما يجيلكش استنفاذ للرغبات تعالوا نبص على بقى السنة والسنوية نظام الخمس سنوات عندك جامعة القاهرة 88.95% يعني حوالي 89% متوقع لها السنة دي هي وجمعت مصر الدولية برضو من الحاجات العالية شوية عندك بعد كده الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيود متوقع لها حوالي 85% تمام كده يا شباب عندك بعد كده جامعة الدلتا والكلية المصرية الكورية جامعة بني سويف وبرج العرب بالأسكندرية كل ده شباب متوقع له 83% فأكثر تمام عندك الكلية التكنولوجية بتاعة الخدمات الفندقية والسياحية شرق برسعيد 82% أكثر كمان من 82% عندك بعد كده أقل شوية عندك سمنوت 79% الكلية التكنولوجية للخدمات الفندقية والسياحية طيبة 76% الجامعة التكنولوجية بالفيوم 78% وطيبة وجامعة أسيوت 75% شرق برسعيد 76% وهكذا يبقى برضو الرنج اللي احنا بنتكلم فيها شباب من 89% أو 90% معاك لحد 75% ده الرنج بتاعها والمؤشر بتاعها على حسب ايه على حسب يا مستر التنسيق بتاع السنة اللي فاتت ونسبة النجاح بتاعة السنة دي والسنة اللي فاتت اللي هما كانوا تقريباً قريبين من بعض برضو سيادتك الحاجات اللي قريباً منك اتفضل اكتبها انت اجيب مثلاً 75% ممكن تكتب الحاجات اللي قريباً منك لو انت سنة وصنايا نظام الخمس سنوات اكتب مثلاً بتاع الطيبة كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية تمام كده ممكن تكتب برضو الكلية التكنولوجية بتاعة شرق برسعيد ممكن تكتب طيبة ممكن تكتب جامعة اسيوة طرح لحضرتك كده الدرجات والمؤشرات بتاعتها والمتوقع سيادتك الحاجة اللي قريباً منك اكتبها وتوكل على الله ممكن تجيلك الحاجة البعيدة قوي بلاش عشان ما تجيلكش استنفاذ للرغبات ما يكونش ما بينك وما بينها مثلاً عشرين في المية وتكتبها حاجة بتاخد اكتر من خمسة وتسعين في المية وانت جايب مثلاً خمسة وسبعين في المية اعتقدها تبقى بعيدة جداً انها تنزل للمجموع بتاع حضرتك فاكتب الحاجة اللي قريبة منك وانا شايف ان الكليات التكنولوجية فرصة كويسة وان كان طبعاً وصرفاتها عالية شوية ولكن التعليم فيها ان شاء الله تعليم كويس ربنا يوفقك يا شباب عجبك الفيديو بننساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك وبننساش افعل الجرس عشان ان شاء الله يجيلك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم استر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته